اشتركوا في القناة 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 وكذلك في القبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل معنى كده ان انا بقول لك القطة دي اسكى منك وهي اعقل منك وكده؟ ما حدش يقول كده ما حدش يفهم امدا للفهم ده. انما ربنا عز وجل خلق القطة بصفة معينة خلاها تقدر تجري بشكل سريع. وانت بصفة معينة متقدرش تجري مثلا بنفس السرعة بتاعتها. فليس معنى ان هي سبايتك ان هي احسن منك او ان هي اعقل منك او اذكى منك. وحدش عال ابدا للفكر ده. انما بنقول ان هي ربنا عز وجل خلاها بصفات معينة. وخلاك بصفات معينة وخلاك المرأة بصفات معينة. فانما اقول ان المرأة مش هتستحمل المشهد ده انها مش اسألها. ما حدش ابدا يقول كده. فاذا وده اللي وضحناه في الشبهات السابقة. فاذا ده كان اول امر هي مش هتقدر تتحمله. الامر التاني ان امر الراية العامة للمسلمين هو بيطلب فيه امور كتير. زي ايه? زي ان هو بيصلي بيا ام المسلمين. المفروض الوالي ده او الخليفة بيا ام المسلمين في الصلاة. واحنا شارعينا بيقول ان الي ام المسلمين يكون رجل. فانت مش هينفع تكوني في المنصب ده لان في ادوار انت غير مسموح لك انك تقومي به. هتقولي طب وليه الاسلام ما خلهاش هي تقوم من الرجالة? هقول لها حالك والله يبقى ايه? ده تشريع الاسلام. وربنا عز وجل شرع كده. وان شاء الله في حلقات قادمة يعني هنشرح لحدكم بين لك ليه الاسلام امر بكده. بس بصفة عامة ان دي بقى شراع ده خليل الاسلام وما حدش بيدخل فيها زي ما انت مسلا كنصراني. البابا عندك ينفع يبقى ست? لا. ليه? مش الست برضو عاقلة وا 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 وا. تقول لي لا اوت الشعيع بتاعنا كده انت كيهودي. الحبر عندك يبقى ست? لا ببقى رجل. فاذا ان من الامور الولاية الكبرى في الاسلام هو امر خطرة الجمعة يخطو الجمعة في المسلمين. امر اماماتهم في الصلاة. فاذا دي امور المرأة مش هتقوم بيها فطبيعي الاسلام قال لها يعني مش هينفع تقومي بنص المهمة والنص التاني ما تقومش بيها. طيب هتقول لي الشو ما بقى اللي كتير جدا بيقعدوا دول الوقتي يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كده طيب ما تجي ببص انت عندك امثلة من نساء بيقودوا دول ونجحين والدول دي متقدمة وا 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 والكلام ده. طيب تعلم بص في البداية ليه الفكرة دي. اولا تعلم بص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما افلح قومه ولا امره امرأة. هل تعلم ان امبراطورية فارس سقطت بعد هذا الحديث بتلاتين سنة? الكلام ده معناها ايه? معناها النبس يا صلى الله عليه وسلم بيقول لك مش معنى الكلام ان انا بيقول لك ان ما افلح قومه ولا امرأة. يعني الستة هتمسك يوم السبت يوم الحد البلدة هتقع. ما حدش فيهم الفهم ده. انها بيتكلم في المستقبل ان الدولة هتضعف 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 لا انت نهار. ده اللي بيتكلم فيه. فاذا ما تجيش تحكم تقول لي ايه? والله واحد ست مسكت الحكم سنتين. ما حصلش حاجة لا احنا بنتكلمش على سنة وسنعتين وتلاتة. وده مش عمر الامم. الامم اعمارها بتأس بخمسمائة سنة وسبعمائة سنة والف سنة ده اعمار الامم. فاذا دي النقطة الاولى. النقطة التانية. ان اصلا مفيش مرء الوقت على مستوى العالم. تتولى الولاية العامة في اي امة مسلمة او غير مسلمة. ليه? لان كل الدول المتقدمة انت بتتكلم وتدي امثلة بها تحولت من حكم الولاية الولاية الوالي العام او الخليفة اللي حكم النظام المؤسسي. يعني ايه? يعني الخليفة في الاسلام هو اللي بيحكم وبيقرر. جميل? وقراره خلاص بيدزم للجميع. انما مثلا في الانظمة الجديدة لأ. النظام مش كده. بقي هنا رئيس وفي حكومة وفي برلمان وفي معارضة. فممكن رئيس يقرر القرار والبرلمان يلقيه. ممكن وزير يقرر القرار ورئيس الوزرى الغيه. فبقى نظام مؤسسة. فنزام مؤسسة ده معتش اللي هو هو النزام بقي اللي النافس اصلا بيتكلم عليه. اللي هو فيه الخليفة اللي هو قائد العام زيد نفس اصلا مكان يعお願いします يلوم قائد'll مسلمين جي بعده سيدنا بكر هو الخليفة بعد سيدنا عمر بعديه 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 فالنظام ده اصلا مش موجود الوقتي عشان تقيس عليه وتقول لي شوف فلان ما هو اصلا المنصب ده مش موجود فلا ميركل كده ولا تاتشار كده ولا تريزم ايه كده ولا اي حد مموجودين فاذا ما فيش اصلا مثال موجود الوقتي عشان تقيس عليه وخلينا نفترض جدلا نمشي معك برضو الى نهاية المطاف ونقول يا سيدي لا الناس دي مسكة وكل حاجة اولا زي ما قلنا مفيش حد يمسك فترة طويلة يعني مفيش امم الامم قاعد مسلا على حكمها مسلا لمدة خمسمائة سنة من مرأة المرأة 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 دي ما حصلتش مش موجود على المانيا ولا انجلترا ولا امريكا ولا اي دولة دي النقطة الضرورة النقطة التانية طب تعال اديك امثلة باشهر الزعماء النساء اللي يعني بدور بهم مثل في النجاح والقصر احسن لي مثال مارجر تاتشر من هنا الزعيمات الكبيرة جدا واللي يعني حققت نجاحات كبيرة جدا جدا لانجلترا بيروي احد مستشاريها الكلام موجود عن انترونت يعني ممكن لو حدك احب ترجع له بيقول ان في مرة مرات السفن البريطانية كانت بتعدي من منطقة اسمها فوكلند في الارجنتين فخرج اهل فوكلند على السفن دي واعتدوا عليها وقتلوا فيها كتير من الجنود والزباط واه واه والامور دي فارسلوا الى مارجر تاتشر يخبروها المستشار بتاعها ده السكتير بتاعها بيقول دخلت اخبرها فبقول فانهرت في البكاء دخل بقى مارجر تاتشر اللي احنا بنحكي عليها دي انهارت بكاء ليه لان هي طبيعتها كده ربنا خلقها كده زي ما كنا بندي المسال السبق اللي بينك وبين القطة هي طبيعة المرأة كده ان عندها عطيفة كبيرة فدي منهارة بكاء دي مش اساءل تاتشر انما هي طبيعتها كده فاذا الاسلام ما قال لها بقى متحطيش نفسك في الموقف ده لانه عارف انه طبيعتها هتغلبها تخيل الوقتي مثلا لو احنا بقى في معركة وجيشين بيحارب بعض وقائد الجيش ده شاف قائد الجيش تاني بيعيط خلاص المعركة انتهت المعركة نفسيا للجيش ده انتهى فاذا عشان كده الاسلام بيقول لها متحطيش نفسك في الموقف ده مثلا مثال تاني مثلا مثال ان ميركل رئيسة المزرائية الالمانية المستشارة انجليا ميركل كانت في محاسات من شهور قريبة مع بوتين حصل مشكلة اللي كانت بين روسيا واوكرانيا وكده وراح يتهي لاتحاد اولوبي بيبعتها عشان تتكلم معادي حي للموضوع ده فالمخابرات الروسية بحثت تقرير لبوتين قالت له ان ميركل بتخاف من الكلاب عندها مشكلة اياك يا بنت بتخاف من الكلاب فبوتين رتب مع المخابرات ان هما جابوا كالبين كبار جدا في الحجم مش هصروا عنات حاجة كبيرة قوي واستقبل ميركل وعنى قال لها تفضلي على قاعة كده هنعد نتكلم فيها دخلت ميركل قعدت والكالبين الكبار ده في وشها فالتقرير اللي كان بيحكي ان الكلام ده كان مشروع السنين فبيحكي التقرير بيقول ان ميركل قعد بالزبط عشر دقايق ما قدرتش تتكلم فيه وطلبت منه هي تنهي المقابلة وتستاذه وتمشي فاذا ليه هي طبيعتها كده هي مرأة انت اه شايف ميركل نجحة وكل حاجة بس نجاحها ما غيرش طبيعتها من انها هي مرأة فاذا الاسلام لما قال لها انت ما تحطيش من المكان ده ده مش اهانة لها فاذا اولا زي ما بقول لحضرتك مفيش حد دلوقتي موجود على وجه الارض بيتولى منصب الولاية الكبرى خالص تمام ده اول امر الامر التاني ان طبيعة المرأة تخليها ما تحتملش الحروب والدماء امر الثالت ان الحاديث بيتکلم عن ان امة يتولي امرها مرأة فمرأة فمرأة المدة خمسمائة ستمائة سنة مش بنتكلم على سنة او اهم الرابع ان الحاديث كله بيتكلم على ولاية عامة ونتكلمش عالτικه خاصة وان في الولاية الخاصة ممكن المرأة تنجح وتنجح جدا تبقى دكتورة شطرة جدا مهندسة شطرة جدا محاسبة ومحامية بكل المجالات تجتهد وتختارع وتصنع وتزرع وتعمل كل حاجة فيش اي مشكلة والاسلام يسمح لها ان هي تمسك كل ماصب دي يعني فيش مشكلة يعني ممكن دكتورة تمسك مدير تتنجح جدا تمسك اي اضارة في اي تخصص وتنجح فيه بشكل كبير جدا فيعني ده كان رد بسيط على الشبهة الانتشر برضو بشكل كبير ونتمنى دايما زي منقول كمان الباطل الجنود تمنى ان يكون الحق جنود وزي ما اهل الباطل بينشروا باطلهم ومثلان الاهل الحق ينشروا الحق ولو اي حد عنده اي سؤال عن الشبهة دي يترسل معنا وان شاء الله عز وجل نوضح له الامر ده ولو شايف حد عنده مشكلة في الشبهة دي يرسله لعل يكون سبب ان ربنا عز وجل يبين له ويهديه الى الحق سبحانك الله وبحمدك ان شاء الله الايلان تستغفر وكنا توب عليكم السلام عليكم ورحمة الله